أهلا بكم شدد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر على أن الطبيعة المتداخلة للقضايا التي تمس أمن واستقرار العالم وفي مقدمتها التطرف والإرهاب تشكل عناصر تهديد ذات طابع يتجاوز في تأثيره وأخطاره الحدود الأقليمية للدول وهو ما يتطلب أن يكون التحرك جماعيا وبأدوات أكثر فعالية لتجنيب شعوب العالم مزيدا من الخسائر في الأرواح والمقدرات وأكد صمو أن المجتمع الدولي بعد مرور سبعين عاما من إنشاء منظمة الأمم المتحدة أصبح بحاجة ماسة إلى عادة تقييم مسيرة التعاون الدولي في ظل المستجدات والتحديات العالمية الراهنة والانطلاق من ذلك إلى وضع أليات أكثر فعالية تدعم طموحات الشعوب في الأمن والاستقرار وبلوغ أهداف التنمية المستدامة وضع صمو أن العالم يتطلع إلى كسب جديد عبر مزيدا من التفاهم وفتح أفاق التفاعل بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لخير واستقرار شعوب العالم أيث أن كل مرحلة لا تستقيم إلا بتضافر المجتمع الدولي وقال صمو في رسالة بمناسبة الاحتفال بيوم الأمم المتحدة الذي يوافق يوم غد السبت إنه لمن يمنى الطالع أن تحتفل الأمم المتحدة بهذا اليوم مع الذكرى السبعين لقيام الأمم المتحدة لأسيما وأن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وغاياتها السامية أحدثت تحولا بارزا في تنسيق العمل الجماعي لخدمة البشرية وازدهارها وأوجدت صيغة لتعاون مستدام يعبر عن رغبة حقيقية للشعوب في الأمن والاستقرار والنماء وأكد سمو أن ما حققته مملكة البحرين في ظل قيادة حضرة صاحب جلال الملك حمد بن عيسى الخليفة وعهل البلاد المفدع من إنجازات تنموية أهلتها لبلوغ أهداف الألفية الإنمائية والمضي قدما نحو تحقيق غايتها في مستقبل أكثر ازدهارا ولماء لمواطنها حيث صنفت البحرين في قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا وقال سمو أننا نستذكر بالتقدير ما شهدته علاقة البحرين منذ دخولها عضوا بالأمم المتحدة من تطور ونمو ما جعل البحرين تحضى بتقدير أممي واسع ونعتز بنيل البحرين أربع جوائز عالمية على صعيد التنمية في أقل من عقد من الزمان من منظمة الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة وأضاف سمو أن الاحتفال بيوم الأمم المتحدة هي مناسبة لتجديد التزام المجتمع الدولي بروح ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتوجيه الأنظار إلى الحاجة الملحة لابتكار آليات جديدة للتعاون والتنسيق بالشكل الذي يضمن حياة أكثر أمنا واستقرارا للبشر في كل مكان ودع سمو إلى وضع آليات جديدة لعمل وصلاحيات الأمم المتحدة واستراتيجية مغايرة تضمن للمنظمة الأممية من لعب دور أكبر تأثيرا وفعالية في مناطق النزاعات والحروب من أجل عالم ينعم بالأمن والاستقرار وقال سمو أننا نتطلع إلى عالم من كله محبة ورخاء وسلام ومجتمعات مبنية على التعايش والتسامع وأن يشهد العالم خطى واعية وسريعة لتحقيق التنمية المستدامة في البلدان الناشئة ورفع المعاناة عن الإنسان في كل مكان وفي أي مكان وهذه من أسمى الغايات وأنبالها وأشهد سمو بمستوى التعاون القائم بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة وبرامجها المتخصصة والذي يعبر عن نهج المملكة البحرين في الوفاء بالتزاماتها ودورها في تعزيز التعاون الدولي والإسهام في تحقيق الأمن والسلم الدوليين في الختام حي يسموه جهود الأمين العام للأمم المتحدة السيد بين كيمون وكافة العاملين بالمنظمة ووكالاتها المتخصصة على ما يقومون به من جهد بلناء في خدمة الإنسانية وتعزيز الجهود الدولية لحفظ الأمن والسلام العالمي